بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع من كتاب الملل والنحل للشهر الثاني نتعرف في هذه الحلقة على معنى الإرجاء وأصناف المرجئة مع تعليقات من كتابي مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق العبد القادر البغدادي تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا معنى الإرجاء الإرجاء على معنين أحدهما بمعنى التأخير كما في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه أي أمهله وأخره والثاني إعطاء الرجاء أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد وأما بالمعنى الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون لا تضروا مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان وقيل الإرجاء تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان ثانيا ما هي أصناف المرجئة المرجئة أربعة أصناف مرجئة الخوارج ومرجئة القدرية ومرجئة الجبرية والمرجئة الخالصة ومحمد بن شبيب والصالحي والخالدي من مرجئة القدرية وكذلك الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقي أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء ونحن إنما نعد مقالات المرجئة الخالصة منهم ثالثا مقالات المرجئة الخالصة منهم وهم ست أصناف رقم واحد المرجئة اليونسية أصحاب يونس بن عون النميري زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستجبار عليه والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان ولا يضر تركها حقيقة الإيمان ولا يعذب على ذلك إلا إذا كان الإيمان خالصا واليقين صادقا وزعم أن إبليس كان عارفا بالله وحده غير أنه كفر باستجباره عليه أبى واستجبر وكان من الكافرين قال ومن تمكن في قلبه الخضوع لله والمحبة له على خلوص ويقين لم يخالفه في معصية وإن صدرت منه معصية فلا تضره بيقينه وإخلاصه والمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا بعمله وطاعته المرجأة رقم اثنين العبيدية أصحاب عبيد المكتئب حكي عنه أنه قال ما دون الشرك معفور لا محالة وإن العبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام واقترح من السيئات وحكى اليمان عن عبيد المكتئب أصحابه أنهم قالوا إن علم الله تعالى لم يزل شيئا غيره وإن كلامه لم يزل شيئا غيره وكذلك دين الله لم يزل شيئا غيره وزعم أن الله تعالى عن قولهم على صورة إنسان وحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن رقم ثلاثة المرجأة الغسانية أصحاب غسان الكوفي زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسوله والإقرار بما أنزل الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة دون التفصيل والإيمان لا يزيد ولا ينقص وزعم أن قائلا لو قال أعلم أن الله تعالى قد حرم أكل الخنزير ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه هذه الشات أم غيرها كان مؤمنا ولو قال أعلم أن الله تعالى فرض الحج إلى الكعبة غير أني لا أدري أين الكعبة ولعلها بالهند كان مؤمنا ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان لا أنه كان شاكا في هذه الأمور فإن عاقلا لا يستجيز من عقله أن يشك في أن الكعبة إلى أي جهة وأن الفرق بين الخنزير والشات الظاهر ومن العجيب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل مذهبه ويعده من المرجئة ولعله كذب كذلك عليه العمري كان يقال لأبي حنيفة وأصحابه مرجئة السنة وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة ولعل السبب فيه أنه لما كان يقول الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان والرجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك العمل وله سبب آخر وهو أنه كان يخالف القدرية والمعتزلة الذين ظهروا في الصدر الأول والمعتزلة كانوا يلقبون كل من خالفهم في القدر مرجئا وكذلك الوعيدية من الخوارج فلا يبعد أن اللقب إنما لزمه من فريقي المعتزلة والخوارج والله أعلم رقم أربعة المرجئة الثوبانية أصحاب أبي ثوبان المرجئ الذي زعم أن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام وبكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله وما جاد في العقل تركه فليس من الإيمان وأخر العمل كله عن الإيمان ومن القائلين بمقالة أبي ثوبان هذا أبو مروان غيلان ابن مروان الدمشقي وأبو شمر ومويس بن عوران والفضل الرقاشي ومحمد بن شبيب والعتابي وصالح قبة وكان غيلان يقدر بالقدر خيره وشره من العبد وفي الإمامة أنها تصلح في غير قريش وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان مستحقا لها وأنها لا تثبت إلا بإجماع الأمة والعجب أن الأمة أجمعت على أنها أي الإمامة لا تصلح لغير قريش وبهذا دفعت الأنصار عن قولهم منا أمير ومنكم أمير فقد جمع غيلان خصالا ثلاثا القدر والإرجاء والخروج والجماعة التي عددناهم اتفقوا على أن الله تعالى لو عفى عن عاص في القيامة عفى عن كل مؤمن عاص هو في مثل حاله وإن أخرج من النار واحدا أخرج من هو في مثل حاله ومن العجب أنهم لم يجزموا القول بأن المؤمنين من أهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة ويحكى عن مقاتل ابن سليمان أن المعصية لا تضر صاحب التوحيد والإيمان وأنه لا يدخل النار مؤمن والصحيح من النقل عنه أن المؤمن العاصي ربه يعذب يوم القيامة على الصراط وهو على متن جهنم يصيبه لفح النار حرها ولهبا فيتألم بذلك على قدر معصيته وثم يدخل الجنة ومثل ذلك بالحبة على المقلات المؤججة بالنار ونقل عن بشر بن غياث المرئيسي أنه قال إذا دخل أصحاب الكبائر النار فإنهم سيخرجون عنها بعد أن يعذبوا بذنوبهم وأما التخليط فيها فمحال وليس بعدل وقيل إن أول من قال بالإرجاء الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وكان يكتب فيه الكتب إلى الأمصار إلا أنه ما أخر العمل عن الإيمان كما قالت المرجئة اليونسية والعبيدية لكنه حكم بأن صاحب الكبيرة لا يكفر إلى الطاعات وترك المعاصي ليست من أصل الإيمان حتى يزول الإيمان بزوالها رقم خمسة المرجئة التومانية أصحاب أبي معاذ التوماني زعم أن الإيمان هو ما عصم من الكفر وهو اسم لخصار إذا تركها التارك كفر وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها كفر ولا يقال للخصلة الواحدة منها إيمان ولا بعض إيمان وكل معصيغ كبيرة أو صغيرة لم يجمع عليها المسلمون بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسق ولكن يقال فاسق وعصى قالا وتلك الخصال هي المعرفة والتصديق والمحبة والإخلاص والإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك الصلاة والصيام مستحلا كفر ومن تركها علانية القضاء لم يكفر ومن قتل نبيا أو لطمه كفر لا من أجل القتل واللطن ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض وإلى هذا المذهب ميل ابن الرواندي وبشر المريسي قال الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعا والكفر هو الجحود والإنكار والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه لكنه علامة الكفر رقم ستة المرجاة الصالحية أصحاب صالح ابن عمر الصالحي والصالحي ومحمد ابن شبيب وأبو شمر وغيلان كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء ونحن وإن شرطنا أن نورد مذاهب المرجاة الخالصة إلا أنه بدى لنا في هؤلاء لانفرادهم عن المرجع بأشياء فأما الصالحي فقال الإيمان هو المعرفة أبو الله تعالى على الإطلاق وهو أن للعالم صانعا فقط والكفر هو الجهل به على الإطلاق وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر وزعم أن معرفة الله تعالى هي المحبة والخضوع لله ويصح ذلك مع حجة الرسول ويصح في العقل أن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله غير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال من لا يؤمن بي فليس بمؤمن بالله تعالى وزعم أن الصلاة ليست بعبادة الله تعالى وأن لا عبادة له إلا الإيمان به وهو معرفته وهو خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص وكذلك الكفر خصلة واحدة لا يزيد ولا ينقص وأما أبو شمر المرجع القدري فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل والمحبة والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإذا قامت الحجة فالإقرار بهم وتصديقهم من الإيمان والمعرفة والإقرار بما جاءوا به من عند الله غير داخل في الإيمان الأصلي وليست كل خصلة من خصال الإيمان إيمانا ولا بعض إيمان فإذا اتمعت كانت كلها إيمانا وشرط في خصال الإيمان معرفة العدل يريد به القدر خيره وشره من العبد من غير أن يضاف إلى الباري تعالى منه شيء وأما غيلان ابن مروان من القدرية المرجعة فإنه زعم أن الإيمان هو المعرفة الثانية بالله تعالى والمحبة والخضوع له والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء من عند الله والمعرفة الأولى فطرية ضرورية فالمعرفة على أصله نوعان فطرية وهي علمه بأن للعالم صانعا ولنفسه خالقا وهذه المعرفة لا تسمى إيمانا إنما الإيمان هو المعرفة الثانية المكتسبة رابعا تتمت رجال المرجئة كما نقل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وطرق بن حبيب وعمر بن مرة ومحارب بن زياد ومقاتل بن سليمان وغر وعمر بن غر وحمد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقضيد بن جعفر وهؤلاء كلهم أئمة الحديث لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة ولم يحكموا بتخليدهم في النار خلافا للخوارج والقدرية خامسا أقوال عبد القادر البغدادي وأبو الحسن الأشعري عن المرجئة رقم واحد قالوا عن المرجئة اليونسية في الفرق بين الفرق صفحة 123 هؤلاء أتباع يونس بن عون الذي زعم أن الإيمان في القلب واللسان وأنه هو المعرفة بالله تعالى والمحبة والفضوع له بالقلب والإقرار باللسان أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم حجة الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن قامت عليهم حجة وهم بالتصديق لهم ومعرفة ما جاء من عندهم في الجملة من الإيمان وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندهم إيمانا ولا من جملته وزعم هؤلاء أن كل خصلة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا بعض إيمان ومجموعهما إيمان وفي مقالات الإسلاميين للأشعري الجزء الأول صفحة 144 قال عن المرجأة اليونسية ولم يجعلوا الإيمان مطبعضا ولا محتملا للزيادة والنقصان وعن المرجأة الغسانية أصحاب غسان الكوفي جاء في الفرق بين الفرق صفحة 123 زعم أن الإيمان هو الإقرار أو المحبة لله تعالى وتعظيمه وترك الاستجوار عليه وقال إنه يزيد ولا ينقص وفارق اليونسية بأن سم كل خصلة من الإيمان بعض الإيمان وعن المرجأة الثوبانية أصحاب أبي ثوبان المرجأ جاء في الفرق بين الفرق صفحة 124 أدباع ثوبان المرجأ الذي يزعم أن الإيمان هو الإقرار والمعرفة بالله وبرسله وبكل ما يجب في العقل فعله وما جاز في العقل أن لا يفعل فليست المعرفة من الإيمان وفارق اليونسية والعانية بإيجابهم في العقل شيئا قبل ورود الشرع بوجوبه وفي مقالات الإسلاميين صفحة 135 الجزء الأول أصحاب أبي ثوبان يزعمون أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما كان لا يجوز في العقل إلا أن يفعله وما كان جائزا في العقل أن لا يفعله فليس ذلك من الإيمان وفي مقالات الإسلاميين صفحة 136 الجزء الأول والفرقة السابعة من المرجئة الغيلانية أصحاب إيلان يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلها من الإيمان وذكر محمد بن شبيب عن الغيلانية أنهم يوافقون الشمرية في الخصلة من الإيمان أنه لا يقال لها إيمان إذا انفردت وأن الإيمان لا يحتمل الزيادة والنقصان وأنهم خالفوهم في العلم فزعموا أن العلم بأن الأشياء محدثة مدبرة ضرورة والعلم بأن محدثها ومدبرها ليس باثنين ولا أكثر من ذلك اكتساب وجعلوا العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله اكتسابا وذعموا أنه من الإيمان إذا كان الذي جاء من عند الله منصوصا بإجماع المسلمين ولم يجعلوا شيئا من الدين مستخرجا إيمانا وينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقول إن فيهم بعض إيمان إذا كان الإيمان لا يطبعض عندهم وقال عبد القادر البغدادي صفحة 124 في الفرق بين الفرق قال أبو شمر الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى وبما جاء من عنده مما اكتمعت عليه الأمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الميت والدم واللحم الخنزير ووط المحارم ونحو ذلك وما عرف بالعقل من عدل الإيمان وتوحيده ونفي التشبيه عنه وأراد بالعقل قوله بالقدر وأراد بالتوحيد نفيه عن الله صفاته الأزلية قال كل ذلك إيمان والشاك فيه كافر والشاك في الشاك أيضا كافر هم كذلك أبدا وزعم أن هذه المعرفة لا تكون إيمانا إلا مع الإقرار وهذه الفرقة عند أهل السنة والجماعة أكفر أصناف المرجعة لأنها جمعت بين ضلالتي القدر والإرجاء وبشر ابن غياث المريسي ينسب إلى المريس بلدة بصعيد مصر توفي سنة 219 ببغداد قال عبد القاهر البغددي صفحة 124 تحت عنوان المريسية هؤلاء مرجئة بغداد من أتباع بشر المريسي وكان في الفقه على رأي أبي يوسف القاضي غير أنه لما أظهر قوله بخلق القرآن هجره أبو يوسف وضللته الصفاتية في ذلك ولما وافقوا الصفاتية في القول بأن الله تعالى خالق أكساب العباد وفي أن الاستطاعة مع الفعل أكفرته المعتزلة في ذلك فصار مهجور الصفاتية والمعتزلة معا وكان يقول في الإيمان إنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا كما قال ابن الرواندي في أن الكفر هو الجحد والإنكار وزعم أن السجود للصنم ليس بكفر ولكنه دلالة على الكفر أما عن الفصل السادس من كتاب الملل والنحل وهو ما يتعلق بالشيعة وفرقها كيف نشأت وكيف حالهم اليوم انتظروني بعد هذا الفاصل القصير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالموديو والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر